يا ربي يشفيكم ويشفيني ويشفي كله مريض قلوه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم عن أضرار الرمان كالعادة هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع فما تحذبناش من اللايك الجميل بتاعك ويلا بنا نتعرف على التفاصيل لو وزنك زايد ومش عارف تخص أو عندك دهون زيادة في منطقة البطن أو دهون على الكبد أو عندك جرسمك معدة أو سكري أو مشاكل في القولون فأنت محتاج أفضل صامغ عربي هشاب سودان المنشأ والمصنع بأعلى معايير الجودة العالمية من شركة ناتوريا طيب أجيب ناتوريا منين ما أنت عندك موقع وشركة الهشاب ألفين الهشاب ألفين الهشاب ألفين الهشاب ألفين الهشاب ألفين الهشاب ألفين في الوصفة هتلاقي لنك موقع الهشاب ألفين واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصل لك لحد باب البيت سواء في مصر أو في أي مكان في العالم وكمان تقدر تتواصل معانا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة أما لو عايز تعرف أي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة أو عن فوائد الصمغ العربي فهتلاقي في الوصفة لنك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي الرمان فاكهة غنية بالفوض الصحية بس زي أي حاجة في الدنيا لو التكلد بشكل زايد أو مبالغ فيه ممكن تكون لها بعض الأضرار أو الأسرار الجانبية طيب يا ترى إيه البعض المشاكل اللي هتكلم عنها هي مشاكل بسيطة ولكن إيه المشاكل اللي ممكن نلاحظها لما نتراول الرمان باستمرار أول حاجة ممكن يتفاعل مع بعض الأدوية الرمان ممكن يتفاعل مع بعض الأدوية زي مصبطات الأي سي إي تمام؟ أيضا ممكن يتفاعل مع أدوية تخصر الدم أو يزود مفعولها أيضا ليه علاقة بأدوية الضغط العالي تمام؟ ده بيسبب مشاكل صحية لو أنت بتاخد الأدوية دي أيضا يعني هو حالات نادرة ولكن أحيانا بيكون ليه عند بعض الناس حساسية تمام؟ ليه بعض بيسبب بعض ردود فعل تحساسية زي الطفح الجلدي الحكة صعوبة التنفس أيضا ممكن يسبب مع التناول المستمر والزايد ممكن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من الألياف وده ممكن يسبب مشكلة زي الإمساك والانتفاخ والغزاء أيضا الرمان فيه سكر كتير لو زودنا في الرمان وأكلنا بشكل مبالغ فيه ممكن يزود مستوى السكر في الدم تمام؟ وده عند الناس اللي عندها مرضى السكري الخطر على الأشخاص اللي بيعانوا من الطربات في الكلا لو أكلنا بكمية كبيرة نخلي بالنا أن الرمان فيه كمية جيدة من البوتاسيوم كده هنزود البوتاسيوم في الدم وده هيعمل مشكلة للناس اللي عندها مشاكل في الكلا أهم النصائح اللي ممكن نتكلم عنها لو أنت بتتناول أدوية أو عندك مشكلة صحية استشير طبيبك لو أنت هتاكل رمان بكمية كبيرة أو هتاكله باستمرار أو أنت بتحب الرمان وبتجيبه بكميات فتقوله الدكتور ينفع أكل رمان ولا الدنيا ولا في مشكلة ولو كنت بتعاني بحساسية تجاه أي فاكهة أو نوع من المكسرات تخلي بالك من الرمان وإذا كنت بتعاني مشاكل في الجهاز الهضمي يجب تناول الرمان باعتدال تمام؟ وزي ما قلنا لو في مشكلة سكر نحاول نستشير الطبيب قبل ما نكله أو نكله بكميات قليلة ولو في مشاكل في الكلا يفضل يعني يفضل تجنب الرمان لو في قصور كلوي ومن ينساش أن السامق العربي له الشاب هو أفضل بروبيوتك وأحلى غيزة للبروبيوتك وأفضل علاق طبيعي لمعظم أمراض الجهاز الهضمي بيحسن من مشاكل اللي بتحصل من القولون التقرحي لو عند الناس عندها قولون تقرحي السامق العربي مع الوقت يا جماعة بيعالج القولون التقرحي وبيعالج معظم أشاكل الجهاز الهضمي ولو هنتكلم عن جرسومة المعدة هو العلاج أفضل علاج في العالم مجرب ومجرب تمام؟ لجرسومة المعدة هو السامق العربي السامق العربي ليه آلية قوية جدا في القضاء على الجرسومة على أرض الواقع والله بإذن الله بيقي من الجرسومة أو بيعالجها تماما في خلال أقل من شهرين بيعالج جرسومة في آخر الأمن ممكن في ناس يتعالج خلال شهر بيكون بالفعل انتهت الجرسومة تماما لكن لو في بعض الناس بتطول شوية لو الجرسومة عندها مزمنة أو لها سنين خلال أقل من شهرين بإذن الله تعمل تحليل وبإذن الله هتلاقي الجرسومة انتهت تماما لو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني أن تضغط لايك للفيديو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته